ويعود مرة جديدة إلينا أستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل أرحب بسيادتك من جديد أستاذ تيسير وكنت أسألك عن أن هناك حجد شعبي كبير بكافة محافظات جمهورية مصر العربية والذي يؤكد على التناغم بين المواطنين وقياداتهم السياسية كيف طار المشهد؟ سارة مساء خير لحضركم جميع أستاذ المشاهدين وبعتذر عن أطلع الاتصال وبقول النهاردة اللي حصل النهاردة ده بيدل على أصارة المواطن المصري اللي دايما بيثبت في كل مواقف أنه رجل أصيل أو شعب أصيل بيحترم قيادته وبيحترم بلده وبيحترم جانه من الأشقاء العرب الحقيقة النهاردة الناس اللي نزلت في الميادين بحرية تامة وبتلقائية تامة بتؤكد على قناعتها التامة بقيادتها السياسية بالساد الرئيس عبد الفتاح سيسي أولا وقناعت المواطن المصري بأهمية وطنه وحماية وطنه وقناعته التامة ودعمه لقوات المسلحة والشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان النهاردة الناس نزلت عشان تعبر على عيها تعبر على عيها وتقول نحن نفواضين رساد الرئيس بتخاذ ما يرى مناسب ولازم وتحفاظ على الدولة المصرية والمقدرات وفي نرسل وقت اعتراضهم التامة على ما بتوكون إسرائيل من تصرفات ما نحن نش عارفين نوصفها يعني أنا عايز أقول حضرتها أتكلم بلغة قسيطة نحن محتاجين حد يقول لنا اللي بيعملوه النازل يعني هل ده مخالف للمواصيك الدولية ومخالف للمعهدات ومخالف لحقول إنساني ضمير الإنساني مخالف للمعهدات مش ممكن وبيتخيلوا إن الدم العربي ده دم رخيص لأ لأ وبنطلب منهم الوقوف عند هذا الحد لأن بكرة وبعض ما نتمكش ظروف تبقية ومصلحتها إسرائيل إنها تعيش في أمان أيضا فاللي بتعمله الحقيقة من مجازر ما شفناش في الدنيا قبل اسمها ضرب ومستشفيات اسمه ضرب باستمرار في المدنيين الانتقام اللي بتنطيقه ده من إيه ليه المواطن الفلسطيني ما يبقاش عايش في أمان وليه بيزهقوا روح الروح اللي هي من أهم حاجات وهابها ربنا سبحانه وتعالى للإنسان بيزهقوها ليه ليه اللي بيعملوا ده اللي بتعمله إسرائيل هو استشهاد للسلام والسلم تحت أنقاض غزة لا يوجوز اللي هي بتعمله أبدا المصريين خرجوا النهاردة عشان يقولوا إحنا رفضين لكل ما بتقوم به إسرائيل من مجازر وحشية ولابد من إنها تراجع نفسها وتراجع في في تصرفاتها اللي بتعمله في جاه المدنيين على وجه التحديد وأيضا تسمح بدخول المساعدات لأن النهاردة المصريين ما هم إخوات الفلسطينيين ولكن النقطة الأخيرة اللي عايزة أكدها لحضرته وهي الأهم هي تفويض الساد رئيس قناعة المواطن المصري التم شباب مرأة زاوي همم كله نازل النهاردة بيفوض الساد رئيس في اتخاذ ميراه مناسب للحفاظ على الدولة المصرية والحفاظ على الأضيال الفلسطينية واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الشعب لأن بصراحة الرئيس عنده بعض نظر وقاري المشهد كويس جدا وفاهم اللي عايزين يعملوه إيه وعنده من المعلومات اللي يتخذ بيها القرار المناسب للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين والمصر كان الله في عونه وربنا معاه الشعب المصر كله معاه والأحزاب السياسية كلها معاه كل الناس المهاردة المجلسين مجلس الشيوخ ومجلس النواب أكده في بيانات رسمية تطويض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه الأمور ماشية في طريق إحنا بنجد ربنا أن يصطرها على التميع وتعدي على خير الصالح بإذن الله أستاذ سيسير ويمكن في نقاشنا مع حضرتك يعني ما زال المصريين يتوافدون على الميادين المختلفة وده بأكد طبعا دعم وضغير الشعب المصري اللي في ظهر قيادته السياسية رسائل متعددة الحقيقة بيحملها الشعب المصري من يعني داخل هذه الميادين المختلفة وهو تأيدهم لقيادتهم السياسية ومن ضمن هذه الرسائل أيضا طبعا أنه الدم العربي واحد ويقف يعني ضد تهجير الفلسطين وأيضا يا فندم من ضمن هذه الرسائل أن الأمن القومي المصري هو خط أحمر تعقيبك على هذا الأمر بشكر حضرتك كلام حضرتك في محله فعلا أن نزول الناس النهاردة بالحشود دي وبالملايين دي دي فعلا بتأكد أن الناس على قناعة تم القيادة السياسية والسادة بسرطة بحسيسي خبرته وحين كده في التصرف من أجل الحفاظ على الأمن القوم المصري ومن أجل الحفاظ على الدم العربي لأن النهاردة الرئيس الحقيقة اللي يكون فعونه شايل مسؤولة العرب الكامل احنا عايزين تكاتف عربي من أجل حل المشكلة لكن المصريين النهاردة أكدوا أنهم بظهر رئيسهم مع رئيسهم بنقول له يا رئيس أنت مش لوحدك المصريين كلهم معك اتوحدوا المصريين كلهم في اتجاه واحد خلف السادة الرئيس على فتاح السيسي من أجل حل هذه المشكلة لقدم العربي من شركيز فعلا بسرطة الرئيس وإنه يكون يثبتوا 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 أنهم عندهم استعداد يعملوا أي حاجة يقول عليها الرئيس لو قال يعملوا كل الناس تعمل اللي هو يقول عليه احنا معاه تماما والمصريين يثبتوا في كل وقت بشباب وسائلاتهم المحترمات وبأبناءهم المصري في وقت الجد بيقف وعند ممكن نختلف بأي وضوع لا يمكن نختلف على الوضع تحية لكل المصريين وإحنا مع الرئيس ومع القوات المسلحة ومع الشرطة المصري جزيل شكرا لك أستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل كنت معنا على الهواء مباشرة شكرا لك مزالت تغطيتنا مستمرة معكم على الهواء مباشرة بعد دقائق قليلة تلتقونا مع الزميل رجائي رمزي وأترككم مع بعض المشاهد الحية من قطاع غزة شكرا لك شكرا لك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر